نقبل الحرة الليلة من المظاهرات بالجامعات الأمريكية المناهضة للحرب في قطاع غزة والتي تتواصل رغم الإجراءات التي اتخذتها إدارات تلك الجامعات في ظل إصرار الناشطين على مواصلة الاحتجاجات واعتقلت شرطة مكافحة الشغب الأمريكية نحو 200 محتج معارض للحرب خلال عملية إخلاء في عدد من الجامعات شرطة ولاية ماساتشوتس قالت إن نحو 100 ومتظاهرين تقلوا وإنه سيتم توجيه تهم لهم بالتعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط فيما أغلقت جامعة واشنطن في مدينة سانت لويس بعض مبالي الحرم الجامعي واعتقلت متظاهرين وأغلقت جامعة جنوب كاليفورنيا من جانبها حرمها مؤقتا أمام غير المقيمين وفي بوستن فضت شرطة مكافحة الشغب الاعتصام في حرم جامعة نورث إيسترن أما جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك التي انطلقت منها الاحتجاجات فقد انخرط الطلاب والإداريون فيها في مفاوضات ثنائية فعلى ما يؤشر تساع المظاهرات في الجامعات الأمريكية إلى أين تتجه ومن عكاساتها على موقف الإدارة الأمريكية من الحرب في غزة وما الاستثمارات التي يريد طلاب أمريكا من جامعاتهم سحبها وما حجبها رقعة الاحتجاجات الطلابية تتساع لتمتد إلى المزيد من الجامعات الأمريكية فيما ترتفع عدد الطلاب المعتقلين بتهمة إثارة الشغب شرارة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتي اندلعت من جامعة كولومبيا في نيويورك ووصلت حتى كاليفورنيا مرورا بعدد من الولايات الأمريكية دفعت بعض الجامعات الكبرى إلى إغلاق أماكن الاعتصامات بالقوة فيما اعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين بعد تقارير عن أنشطة معادية للسامية الطلاب المحتاجون واصلوا اعتصامهم في خيام نصبوها داخل الحرم الجامعي مطالبين الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بقطع العلاقة المالية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات التي يقولون إنها تساعد في الصراعة وقبل ذلك وقف إطلاق النار عبر إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاجات قادة العديد من الجامعات التي امتدت إليها الاحتجاجات طالبوا الشرطة بإخلاء الحرم الجامعي واعتقال أولئك الذين يرفضون المغادرة بدعوى أنهم لن يلتزموا بانتهاك النشطاء للسياسات الحرم الجامعي المناهضة لخطاب الكراهية أو التخيم في حرم الجامعة أجهزة الشرطة من جهتها أكدت أن الاعتقالات تطال الطلاب الذين يرفضون أوامر المغادرة كما أعلنت أنه سيتم توجيه تهم التعدي على ممتلكات الغير في حق عدد من الطلاب ووفقا لأرقام غير نهائية فقد اعتقلت الشرطة المئات من جامعات مثل إنديانا وجامعة نورث إسترين في بوستن وجامعة ولاية أريزونا كما أغلقت جامعة واشنطن في مدينة سانت لويس بعض مباني الحرم الجامعي واعتقلت المتظاهرين وهي تحركات دفعت أعضاء هيئة التدريس في جامعات كاليفورنيا وجورجيا وتكساس إلى بدء أو تمرير تصويتات بحجب الثقة عن قياداتهم جراء الاستعانة بجهات إنفاذ القانون ضد التحركات الطلابية قال مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشدد على حق الاحتجاج السنوي للطلبة ولكنه يدين تماما كل ما يتعلق بخطاب الكراهية والتهديدات بالعنف في الجامعات يعلم الرئيس أن هناك مشاعر قوية جدا في جامعة جورجيا وغيرها من الجامعات تجاه غزة وهو يحترم ذلك وكما قال أنه في الوقت الذي نحترم فيه هذه المشاعر نؤكد على حق الاحتجاج السلمي يجب أن تكون لدى الناس القدرة على التعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم علنا ولكن يجب أن تكون سلمية وسأترك الأمر للسلطات المحلية لتحديد كيفية إدارة هذه الاحتجاجات ولكننا نريدها أن تكون احتجاجات سلمية إننا ندين تماما كل خطاب الكراهية والتهديد بالعنف هناك أما زعيم لقالية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونن فقال إنه يجب أن يكون باستطاعات رؤساء الجامعات السيطرة على الوضع داخل جامعاتهم وضاف مكونن في مقابلة مع شبكة سي بي أسل أمريكية تعديقا على دعوات استدعاء الحرس الوطني إلى الحرم الجامعي لاحتواء الاحتجاجات بها وضاف أن ذلك ينبغي أن يتم من خلال السماح بحرية التعبير والتصدي لمعادات السامية في الوقت ذاته التعديل الأول من الدستور مهم لكنه لا يمنحك القدر على الادعاء بوجود حريق مشتعل على مسرح لأنه يهدد الجميع ما يجب أن يحدث على الأقل في البداية هو أن رؤساء الجامعات بحاجة للسيطرة على الوضع من خلال السماح بحرية التعبير والتصدي لمعادات السامية في ذات الوقت لقد اعتقدت أن ذلك الأمر انتهى إلى حد كبير في هذا البلد لكننا رأينا عددا من الشباب الذين هم في واقع الأمر معادون للسامية لماذا لا يجلسون جميعا ويجرون محادثة حضارية بدلا من محاولة السيطرة على الحديث وأعتقد أن خط الدفاع الأول هم رؤساء الجامعات ويجب أن يكونوا قادرين على السيطرة على الوضع لأن النقاش الحضارية هو ما يجب أن يتم في الجامعات دفعت الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأمريكية بقضية استثمارات هذه المؤسسات التعليمية المربوقة في الخارج إلى الواجهة حيث برزت خلال الاحتجاجات الطلابية دعوات بسحب أو وقف الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل فما طبيعة هذه الاستثمارات؟ ولماذا تعمل الجامعات الأمريكية على الاستثمار في شركات عالمية؟ المحتجون من الطلبة يدعون جامعاتهم إلى سحب استثماراتها المباشرة أو حصاصها في الشركات التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل أو معها بما في ذلك شركة أمازون وجوجل التي أبرمت عقدا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار مع الحكومة الإسرائيلية لتزويدها بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الدعوات كذلك شاملت سحب الاستثمارات من شركة مايكروسوفت التي يربطها عقد بتقديم الخدمات لوزارتي الدفاع والإدارة المدنية الإسرائيليتين بالإضافة إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تستفيد من الحرب مثل شركة لوكهيد مارتل والتي صرحت قبل أيام أن نسبة أرباحها ارتفعت بنحو 14% يطالب المحتجون جامعاتهم أيضا بقطع صلاتها مع شركة كاتربيلر التي خضعت علاقاتها مع إسرائيل للتدقيق لمدة عقود من الزمن وزادت حدة ذلك بعد عام 2003 عندما دهست جرافة مدرعة صنعتها الشركة للجيش الإسرائيلي الناشطة الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين راشيل كوري وسحقتها حتى الموت بينما كانت تسعى إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين اقتصاديون أمريكيون علقوا على هذه المطالب بأن النقاشات حول استثمارات أوقاف الجامعات هي مسألة معقدة للغاية وفقا لرأيهم فإن الهدف يجب أن يكون تحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار من أجل تمويل التدريس والبرامج الأكاديمية والخدمات الأساسية التي تقدمها الجامعة حيث أن الغرض من الوقف هو امتلاك أموال تسمح للجامعة بتوفير فرص تعليمية بشكل دائم حتى لا تضطر إلى الخروج وجمع أموال جديدة كل عام لمواصلة العمل يؤكد اقتصاديون أيضا أنه من الصعب تحديد ما هي الاستثمار الذي تقوم به الجامعات الأمريكية في إسرائيل بالضبط حيث أن الاستثمارات الضخمة تكون أكثر وضوحا مقارنة بتلك الاستثمارات الصغرى والأصغر حجما المندرجة ضمن صناديق الاستثمارية المشتركة وهي أداة استثمارية تقوم بتجميع رؤوس الأموال وإعادة توزيعها على مجموعة متنوعة من الأصول هذا الأسلوب تعتمد عليه كثير من الكليات الجامعية في استثماراتها لنقاش هذا الموضوع تنضمن إلى من فرجينيا جانيفر فيكتر أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج ميسن مرحبا بك سيدة فيكتر لو أردنا استجلاء هذه المطار بإمكانية تحقيقها هل برأيك في الأفق متسع لدى الجامعات تركيبة التعاون القائمة مع إسرائيل لأن تبحث أو تستمع إلى المطالب بغض النظر عن موقفها منها هذا وضع معقد الغاية وأحد الأمور التي تحدث عندما نرى التصعيد بالنزاع في حرم الجامعات كما رأينا في الأسبوع الماضي كان هناك تقارير أنه ربما 900 طالب في حرم الجامعي حول العالم تم القبض عليهم هذا التصعيد وهذا النزاع يشيران عندما يكون هناك نزاع من هذا النوع هناك ميل لتبسيط الأمور حتى نفهم ما يجري وفحوى النزاع وهذا الموضوع لا يمكن تبسيطه التحالفات التي اجتمعت التي تدعم الطلاب أو تطلب بتعذير الطلاب هذه تحالفات معقدة لها مصالح مختلفة ما رأيناه في الحرم الجامعي هو جيل من الشباب الجيل زي الذي يقوده هواجس إنسانية ولا يعجبهم الجوع والمجاعة التي تحدث في النزاع بين إسرائيل وغزة ولكن هذا الغضب انضم إليه أشياء أخرى لخلق انتخابات أو مظاهرات هائلة هذه الحركة العضوية انضم إليها عقود من المشاعر في أمريكا الذين يرون نهاية الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي في الغزة والضفة الغربية وأيضا القوى المحافظة السياسية في أمريكا التي تميلوا إلى أن تقل في صفة إسرائيل أكثر وكانت مهتمة في الماضي بحماية حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بإخماد الأصوات المحافظة هذه النقطة تحديدا سيدة فيكتور دعيني أكفز على هذه النقطة تحديدا هل لو كانت الجامعات أدارة التعاطي مع التظاهرات بمستوى من سعة البال خاصة وأنها تتعاطى مع جيل زي كما وصفته هل كانت المطالب لتصل إلى حد إصرار الطلاب على ضرورة قطع العلاقة التجارية والاستثمارية بين الجامعات الأمريكية والشركات الإسرائيلية حسب ما رأيته من التقارير هذا هو الطلب الذي يدعون إليه كثير من الطلاب في جميع حال الجماعات لكن قبل ذلك عندما بدأت سيدة فيكتور وأشير تحديدا إلى جامعة كولومبيا كانت الاحتجاجات ذات شعارات أوسع وأعم المطالبة بوقف الحرب توفير نوع من الضغط لوقف الحرب مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف الحرب التوقف عن دعم إسرائيل لكن مع التعاطي ورد الفعل من بعض الجامعات وإداراتها يقول الطلاب لذلك أصبحنا مصرين على أن نبدأ بهذه الجامعات حتى تقطع علاقتها الاستثمارية مع إسرائيل قبل حتى أن توقف الحرب أعتقد أن ما نراه بسبب هذه التحالفات الطلاب والناشطين والآخرين الذين اجتمعوا لتقديم هذه المطالبات هذه التحالفات مكونة من قوى متعددة انضمت لهذا التحالف لأسباب مختلفة والآن هم صف واحد ولكن لديهم أهداف مختلفة البعض الطلاب يريدون إنهاء العم في غزة البعض يريد سحب الاستثمارات البعض يريد دولة فلسطينية هذه طبيعة التحالفات السياسية التي تنمو كما نمت هذه الحركة وهي تتكون من قوى متعددة الأمر المثير لإهتمام هنا هو أن الولايات المتحدة يديها تاريخ طويل للاحتجاجات في الجامعات والحركات السياسية ولكن لم نرى مثل هذا النوع منذ أكثر من عقدين أو ربما جيلين آخر شكل رأيناه كان في نهاية الستينات وهذا التشبيه متزايد الكثيرون الآن يجدون أوجه شبه مع تلك الحركة الطلابية في نهاية الستينات هل تعتقدين بأن ما ترينه اليوم ونراه اليوم ووصفته بأنه غير مسبوق منذ جيلين يمكن أن يضيف أي نوع من أنواع التغيير أو يؤثر على موقف الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة إن كانت الإدارة القادمة مختلفة هذا هو السؤال الذي ليس له أجابة يبدو أن هذا يفتح المجال ربما لإمكانية أن الحركة باتجاه التحرير فلسطين أو عدالة أكبر أو إنهاء النزاع بين إسرائيل وجيرانها ربما هذه بداية تغير في السياسات ربما البيانات التي رأيتها حتى الآن بناء على المسوحات تشير إلى أن هناك أقلية من الطلاب هم المنخرطين في هذه الاحتجاجات ولا يوجد عدد كبير من الطلاب لكن حتى لو خرجنا من حالة الطلاب سيدة فيكتور أنا طرحت السؤال إن أردنا أن نخرج قليلا من حالة الطلاب أقصد بشكل عام مسألة الدعم الأمريكي لإسرائيل لم تكن تستحوذ أو جدلية بالدرجة التي توجد عليها الآن في أي جو انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية كونها اليوم بلغت هذه المرحلة بين قاعدة طلابية أو آراء شعبية ونخبة سياسية يمينا ويسارا متفقة على دعم إسرائيل كيف يمكن أن يتشكل المشهد السياسي الأمريكي لاحقا لذلك لا أظن أننا رأينا مثل هذا النوع من الاحتجاجات ومع مثل هذه التحالفات تصل إلى هذا المستوى في الولايات المتحدة والسياسة الأمريكية يعود ذلك إلى عدد من الأمور التي تحدث في نفس الوقت الديمقراطيون أو الحزب الديمقراطي وقاعدته منقسمة حول هذا الموضوع القاعدة الديمقراطية تتضمن اليهود الأمريكيين وتضم أيضا وهي دائما كانت موالية للإسرائيل بهذا الصلاة بسبب الصلاة القوية بين اليهود الأمريكيين والحزب الديمقراطي ولكن الجيل زي والتقدميين المهتمين بالأمور الإنسانية ونهاية النزاع واليهود الأمريكيين المضادين كل هؤلاء اجتمعوا الآن وخلقوا هذا الانقسام الجمهوريين يستغلون ذلك ويحاولون تسير هذا النزاع لمصلحتهم السياسية في الولاية فيرجينيا جانيفر فيكتر أستاذة العلم السياسية في جامعة جورج ميسن شكرا لزيارة لك